ومثل ما منقول دايما كاميرا رؤية موجودة بكل مكان لتسمع صوت المواطن وتوصل صوت المواطن للمسؤولين واليوم من منطقة المسارات قرب بلدة صمد في لواء المزار الشمالي عم بعاني الأهالي في هاي المنطقة من مشكلة إنه الكسارات بالرغم من إنه الأهالي باعوا من أراضيهم للمستثمرين حتى يريحوا حالهم ولكن اكتشفوا بالأخير إنه المشكلة عم بتزيد عليهم بسبب التلوث خلينا نتابع التفاصيل مع الزميل زياد انتراط إليك زياد بالفعل صباح الخير نحن الآن في بلدة صمد في منطقة كسارات في لواء المزار الشمالي بمحفظة إربد بالفعل هذه المنطقة من البؤر الساخنة تعتبر بيئيا وهناك المئات الشكاوية التي قدمها المواطنون بخصوص وجود الكسارات في هذه المنطقة منذ أكثر من 25 عام رخص مجلس الوزراء هذه المنطقة واعتبرها منطقة مسموعة للكسارات بها أهالي المنطقة باعوا جزء من أراضيهم لأصحاب الكسارات الذين قاموا منذ عام 1995 بإقامة هذه الكسارات إلا أن مشاكل عديدة يشتكي منها أهالي القرية أهم هذه المشاكل تطاير الأغبرة والأتربة باتجاه منازلهم التصدعات التي سببها التفجيرات التي يقوم بها الكسارات عدد كبير من المباني هنا تصدعت نحن الآن أمام أحد المدارس التي تم إخلاءها بسبب وجود التصدعات الحديث أكثر معنا الآن الأستاذ أحمد للدور وهو أحد مواطنين هذه المنطقة صباح خير أستاذ أحمد صباح النور أهلا وسهلا فيكو قناة رؤية سيدي ممكن تحدثنا أنت كمواطن عن الأضرار والمشاكل لسبب الكوية وجودها هذه الكسارات يا سيدي الأضرار أضرار كبيرة في منطقة الصمد حبشة جحفية دير يوسف المزار يعني اللي هو المزار كامل شايف علي الأضرار يا سيدي أول شيء انفجارات انفجارات مرعبة بعدين بني التحتية طرق كليات زراعية عندنا دمرت كلياتها الغبار الغبار ممكن أنه أكبر منطقة في الأردن كمان هو لواء المزار الشمالي يعاني من السرطانات وانت ملاحظ أنه واكفين أمام مدرسة للبنات كانت عندنا أقدم مدرسة بجسحة باللواء كامل رحلت من الانفجارات بطلنا نأمن على بناتنا أن نظن بالمدارس انتو كمواطنين مش كنتوا سكنين بعيد عن الكسارات والمواطنين زحفوا باتجاه الكسارات يا سيدي احنا بعيدين بس احنا ما زحفناش هاي دورنا دورنا قديمة لا زحفنا ورش هم مجوا علينا انتي لاحظ هاي تكسرات ها بتحيطك من جميع النواحي هم مزحفوا علينا مش احنا زحفنا هم مجوا علينا بعدين ما عندهم مثلا بلا يعني يرشوا مي احنا ما قولهم يعني يشتغلوا بيعناهم صايح باعوا بس يلتزموا يلتزموا بالمي يلتزموا بالتفجيرات الحكومة ما قسرت يعني متصرفنا ما قسر الشرطة ما قسرت بأخذ عليهم تعهدات بس شو تعهد بطل يعني بطل ينفع معهم بالمرة بس اهلا وسهلا فيكم شكرا بالفعل كما ترون هناك الاتربة تتصعد بشكل كبير وبشكل كبير وملحوظ في هذه المنطقة يتم استخراج الرمال المستخدمة في البناء للحديث عن الاجراءات التي تتخذها الجهات المختصة هنا معنا الآن رئيس مجلس محلي صمد الاستاذ سميح عبدالو الصباح الخير شيخ سميح محمود أبو دلو رئيس مجلس محلي صمد وزعترة رئيس محلي صمد وزعترة بشكر قناة رؤية على اهتمامها بهذا الموضوع الشائق طبعا اللي صاله أكثر من 25 سنة من لما بعنا الكسرات بعنا الأراضي وصارت الكسرات الكسرات أصبحت الآن واقع يعني لازم نقبل برضينا ولا مرضينا في شغلة إحنا اللي بنطلبها من الكسرات ومن أصحابنا وأصدقائنا أصحاب المحاجر إنهم يلتزموا بشروط السلام العامة التفجيرات أوقات التفجيرات ثاني كميات التفجيرات اللي بعملوها ثالثة شيء بالنسبة للرش إحنا بنطلب منهم أنهم يلتزموا بهذه المواضيع وعلينا بيشتغلهم وإحنا بنشتغل لأنه التفجيرات القوية صدعت الدور خربت البنية التحتية للأبيار الارتوازية القديمة البنية التحتية عندنا إحنا طبعا هالكة طبعا من وراء القلابات ومن وراء الكسرات طب أنتو كمجلس محلي لأهالي الصمد إيش اتخذتوا من الإجراءات لحماية المواطنين في قرية الصمد؟ سيدنا بالنسبة لنا سكرنا بعض الطرق لمشان القلابات لا تفوت علينا على القرية وبالنسبة للكسرات ما أن عليهم ولا أي سلطة إحنا ما أننا سلطة عليهم لا رقابية ولا تفتيشية ولا أي شيء حتى رخص المهن اللي بقطعوها ومشان القرية الصمد تستفيد منها ما بيقطعوا ما بقطعوا عندنا صورة رخص مهن بأخذ رخص من المصادر الطبيعية وكلهم رخصين من المصادر الطبيعية ووزارة الطاقة ومنصمد ولا واحد ما أخذ رخص رئيس مجلس محلي إيش الخطوات التي اتخذتها يعني للحد من هاي المشاكل المتكررة بالكسرات؟ والله يا سيد إحنا بحنا قدرين نعمل ولا أي شيء لأن إحنا بنحاول نخاطب الجهات المعنية وخاطبنا المتصرف وخاطبنا وزارة الطاقة وخاطبنا وزارة البلديات أقل ما فيها أنه يدعموا قرية الصمد البني تحته يزبطونا شارع يسوونا مظلة يدعمونا مثل البوتاس ولا حدا ما فيه ولا حدا راد علينا ولا حدا يسونا أشيء شكرا شكرا عدد كبير من الآبار الترازية كما تحدث رئيس مجلس محلي لصمد تصدعت واتلفت مشكلة كامل بسبب التفجيرات المشكلة الرئيسية هنا هي الأتربة والغبار مع وجود تعهدات من قبل أصحاب الكسرات بمنع انتشار الأتربة والأغبرة إلا أن هذه المشكلة لا زال موجودة متكررة مديرية البيئة في محافظة إربد طعمت باستدعاء أصحاب الكسرات أكثر من مرة للتوقيع مع تعهدات للالتزام بشروط الواردة بتطبيقها بقانون وبالأنظمة بخصوص العمل هذه الكسرات إلا أنه لا يوجد الالتزام للحديث أكثر معنا الآن الأستاذ المهندس فوزي العكور صباح الخير باش مهندس صباح النور باش مهندس؟ يعني ممكن تحدثنا عن مشكلة الكسرات متكررة يعني كما نرى الآن الغبار يعني مزعج بشكل كبير لأهالي المنطقة هناك مئات الشكاوي من أهالي المنطقة بخصوص هذا الغبار سيدي إحنا منطقة الكسرات هنا في لواء المزار الشمالي القرب من قرية صمد هي تعتبر بالنسبة أنها من المناطق الهامة بيئيا ومن البؤر الساخنة وفي الواقع أنه موقع الكسرات الآن هو يعمل بشكل قانوني حيث صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 1925-2028 باعتبار هذه المنطقة منطقة كسرات وقام أصحاب الكسرات بالترخيص من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعال نحن كوزارة البيئة دورنا دور رقابي بحيث نلزم أصحاب الكسرات باشتراطات بيئية معينة لحماية البيئة المحيطة بالمنطقة نتعاون في هذا المجال مع عطوفة متصرف لواء المزار الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة لضبط انبعاث الأغبرة الصادرة من منطقة الكسرات في الواقع أنه هناك التزام ملحوظ من أصحاب الكسرات بتشغيل مضخات ترش المياه لتخفيف تطاير هذه الأغبرة أحيانا يحدث عطل في هذه المضخات ونحن نقوم بكشفات دورية باستمرار لمنطقة الكسرات لكثرة تكرار الشكاوى الواردة إلينا سواء من خلال الحاكمية الإدارية أو من خلال المنصة الإلكترونية للشكاوى التابعة لوزارة البيئة نقوم على الفور بتحريك فرق التفتيش لملاحظة هذه الانبعاثات وإلزام أصحاب الكسرات بتخفيف هذه الأغبرة التي تضر المواطنين في الواقع في عام 1995 عندما أنشئت هذه الكسرات كان هناك اشتراطات معينة وهو أن تكون التجمعات السكانية بعيدة مسافة كيلو متر عن موقع الكسرات وكونه في حاجز طبيعي تقل المسافة إلى 500 متر ولكن بسبب الزحف العمراني المنتشر في المملكة وخاصة في محافظة إربد أصبحت البيوت السكانية قريبة من موقع الكسرات وهذا لا يعني أن يقوم أصحاب الكسرات بالعمل بدون مراقبة مهندس الآن نشوف الغبار منتج بشكل كثيف الآن نتحدث معك بخلف إيتك هناك الغبار بشكل كثيف منتج أنتم إشتركوا بهذا الموضوع التعهدات هل تكفي؟ نعم التعهدات فيه هناك إذا لم يلتزم أصحاب الكسرات بالتعهدات اللي وقعوها هناك إجراءات قانونية تقوم وزارة البيئة من خلالها بإغلاق تحفظة على الكسارة لغاية تصويب الأوضاع إذا لم يقم صاحب الكسارة بتصويب الأوضاع أيضا هناك إجراءات تصعيدية من قبل وزارة البيئة بإغلاق هذه الكسارة هدف وزارة البيئة ورؤيتها ورسالتها حماية البيئة ولا يعني أن الموقع مرخص قانونيا أن يقوم أصحاب الكسارات بالعمل بشكل يلوث البيئة ولكن كشوفات دورية بالأسبوع منطلع ثلاث أربع مرات على موقع الكسارات من خلال أيضا تعاون الحاكمية الإدارية وتعاون الإدارة الملكية لحماية البيئة قام أصحاب الكسارات أيضا بتسفيت الشارع أو تعبيده الشارع المؤدي إلى الكسارات مما أدى إلى تخفيف كبير في تطاير الأغبرة كمان حركة القلابات أو الآليات داخل الكسارات تؤدي إلى تطاير الأغبرة كمان هناك التزامات لأصحاب القلابات بتجدير القلابات وتعاون الإدارة الملكية أيضا واضح في هذا المجال بمخالفة أصحاب القلابات الذين لا يقومون بتجدير قلاباتهم بش مهندس الآن بعد عدة أعوام أين ستتحول هذه الكسارات؟ إلى ماذا ستتحول؟ يعني إحنا شايفين أنه الآن يعني تدمير للجبال حسا بعد انتهاء استخراج التراب المستخدم في الأبنية إيش بصير بهذا الموقع؟ السيد هو بعد انتهاء الموقع ككسارات واستنزاف كافة الطرق لاستخراج الرمل والحصى جرت العادة أنه إحنا في وزارة البيئة نقوم بتنسيب بإعادة تأهيل هذه الكسارات وجرت تجارب سابقة أنه مواقع كسارات تم تأهيلها إلى حدائق وإن شاء الله إحنا سنلتزم بمراقبة أصحاب هذه الكسارات لمنع تطايل الأغبرة بشكل كثيف ورش المياه باستمرار ورش المياه أيضا على الطرق الداخلية للكسارات التي تثير انطلاق الأغبرة شكرا محمد يعني نحن سننتظر قد ننتظر أعوام وأعوام حتى تتحول هذه الأغبرة وهذه الصخور إلى حدائق جميلة لأهالي بلدة صمد سيستمر معاناة أهالي بلدة صمد لأعوام وأعوام لحين إيجاد حل لهذه المشكلة هذا كل ما لدينا نعم نعم زي ميل زياد انصرات شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ونأمل أن تكون قد وصلت الرسالة لكل ما هو معني لأتخلص من هذا التلوث البيئي في المنطقة المذكورة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة